اشتركوا في القناة محاضرة جديدة هذه محاضرة من محاضرات المستوى الأول سنتكلم في هذه المحاضرة عن المصنع الحقيقي لبورد اللابتوب الـ ODMS بالنسبة للمصنع الحقيقي لبورد اللابتوب وهي كلمة تعني أن شركات تصنيع اللابتوب العالمية سواء HP, Dell, Lenovo, Acer وغيرها من الشركات ليست هي من يقوم بتصنيع البورد بشكل رئيسي وإنما يوجد شركات متخصصة في صناعة وطباعة البورد الـ BCB بطبقات معينة بمواصفات معينة تحددها الشركة الأوم على حسب التصميم الذي تريده تقوم بإرسال هذا التصميم إلى الشركات المختصة في صناعة البورد الـ BCB وفق هذه المواصفات والمعايير المتفقة عليها وبالتالي يكون تصنيع اللابتوب هو عبارة عن تجميع ما بين الشركة المصنعة للبورد وطباعة البورد والعناصر من عليها مع الشركة التي تقوم بتجميع اللابتوب ككل الـ ODMS هي اختصار لثلاثة كلمات اختصار لهذه الثلاثة كلمات وهي المصنع الحقيقي لبورد اللابتوب فعلى سبيل المثال لدينا شركة كومبال تقوم بالتصنيع لكل من ايسر لينوفو توشيبة ديل واتشبي فعند فكك لأي جهاز وتجد البورد بداخل الجهاز فهذه البورد ستكون آلية تصنيعها راجعة لإحدى شركات تصنيع اللابتوب وليس إلى الشركة الأمكة اتشبي وديل ولينوفو وتشيبة واثر وغيرها وإنما هي عمليات تجميع وعمليات مبادلة ما بين الشركة المصنعة لالابتوب كأكل مع شركة طباعة البيسي بي أو طباعة البورد نلاحظ هنا كومبال تقوم بالتصنيع لهذه الشركات هناك تعاون مع الشركات هذه مع شركة كومبال أيضا لدينا شركة واسترون تقوم بالتصنيع لكل من ايسر ولينوفو وديل واتشبي أيضا أيضا لدينا شركة انفاين تيك تقوم بالتصنيع لكل من لينوفو وتوشيبا وديل وأتش بي ايضا لدينا شركة بيكترون تقوم بالتصنيع لأيزيس توشيبا ايسر وديل وأبل ايضا لدينا شركة فوكس كون تقوم بالتصنيع لكل من توشيبا اتش بي دل وأبل ايضا اما بالنسبة لجنسية هذه الشركات فنلاحظ ان ايسر و ايزيس هي شركات تايوانية لينوفو هي شركة صينية وفي الصدارة الشركات الامريكية دل وأتش بي وأبل بالنسبة للشركات اليابانية فلدينا شركة سوني مع سيريات فيو ولدينا شركة توشيبا ايضا يابانية وايضا شركة فوجتسو هذا كان كل شيء عن محاضراتنا لليوم نلتقي معكم بمحاضرة جديدة ان شاء الله تعالى دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة